شارك سعادة وزير الطاقة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا في الاجتماع الذي عقد بدولة قطر الشقيقة والخاص بدول الأوبك وغير الأوبك وذلك بمشاركة 18 وزيرا من الوزراء المعنيين بشؤون النفط من دول العالم وقد انتهى الاجتماع بالإعلان عن حاجة الدول المشاركة إلى مزيد من الوقت لإجراء مشاورات على أن يبحث وضع السوق خلال الاجتماع المقبل لأوبك في يونيو المقبل والاجتماع كان محوره إمكانية تجميد الإنتاج بالنسبة لشهر يناير 2016 والاجتماع كان فيه عدة محاور مهمة وفيه كيفية التعامل مع كيفية توازن الأسعار في الأسواق شكرا